فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية المؤلف ذكر في الحلقة السالفة ذكر رحمه الله من يخفف الصلاة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صار ذلك مذاهب لبعض الفقهاء يعني تخفيف الركوع والسجود والاعتدال قال وكان الخوالج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن تخفيف الصلاة يشمل تخفيف جميع الصلاة ويشمل تخفيف بعضها وهذا يأتي على أيدي أناس جهال بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ناس غلات إما جهال وإما غلات على قسمين فالجهال هم الذين لا يتعلمون صفة الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك كانوا يغلطون في صفة الصلاة من تطويل أو تخفيف مخل تطويل ممل أو تخفيف مخل بسبب جهلهم وليتهم يعرفون أنهم جهال لكن المشكلة أنهم يدعون أنهم علماء ولذلك تجدهم لا يقبلون النصيحة ولا يسألون أهل العلم وإنما يعتمدون على آرائهم وأفكارهم أو يقتدي بعضهم ببعض من غير علم ومن غير ذليل الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل لأنهم مسؤولون أمام الله الإمام الإمام رائع الضامن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أنهم يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم فعلى الإمام أن يتقي الله عز وجل وأن يحسن صلاته باعتدال من غير تطويل ممل ولا تخفيف مخل الصنف الثاني أهل التشدد والتنطع وهم الخوارج ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحقيرون صلاتكم إلى صلاتهم فإنهم كانوا يطيلون الصلاة ولذلك صارت وجوههم كأثفان الإبل من طول السجود وتقرحت ركبهم ومن التشدد والتنطع في الصلاة الدين ولله الحمد دين الاعتدال وكانوا يسهرون الليل الدين دين الاعتدال لا إفراطة ولا تفريط لا تسهر الليل ولا تنام الليل ولكن نم وقم نم أول الليل وقم آخره وصلي ما تيسر لك فلا تنام الليل كله ولا تقوم الليل كله وإنما تنام وتقوم كما قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصلي وأنام هذا هو الاعتدال وهذه هي السنة لكن الخوارج بشتشددهم زادوا في صفة الصلاة فريضة أو نافلة حتى أثر ذلك في أجسامهم من ما يقاسون من التعب وهذا غير مشروع في دين الله عز وجل وآل بهم هذا إلى أن خرجوا من الدين ومرقوا من الدين وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم لألا يفسدوا على المسلمين دينهم ترجمة نانسي قنقر